مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن الجيش الأمريكي تدمير طائرة بدون طيار وقارب مسير وأربعة أنظمة رادار للدفاع الجوي تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت في تدمير أنظمة الرادارات والقارب المسير في مناطق يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران وأوضحت أن الطائرة التي تم تدميرها أطلقت باتجاه البحر الأحمر دون وقوة أضرار أو إصابات مؤكدة أن تلك الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا لواشنطن ولندن والسفن التجارية والحربية في المنطقة وكان الحوثيون أعلنوا أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن عشر غارات استهدفت مطار الحديدة وجزيرة كاميران بالبحر الأحمر ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن واشنطن ولندن شنت ست غارات على مطار الحديدة بعد ساعات من أربع غارات على جزيرة كاميران في المحافظة الساحلية دون مزيد من التفاصيل ومنذ مطلع العام الجاري شن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول أنها تستهدف مواقع للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر في السياق بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر المستجدات في اليمن مع استمرار تعثر جهود السلام والتصعيد في البحر الأحمر وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي حيث جرى مناقشة المستجدات في قطاع غزة واليمن والسودان من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير بلينكين عبر عن قلقه البالغ إزاء عمليات الاحتجاز الأخيرة التي قام بها الحوثيون لموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية إضافة لهجماتهم المتهورة على السفن في سياق آخر شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بولكر ترك على ضرورة إطلاق ميليشيا الحوثي صراحة 13 موظفا أمميا وعشرات العاملين في المنظمات غير الحكومية والدولية فورا ودون قيد أو شرط وأكد أثناء حديثه للدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جينيف أنه يجب إيقاف المضايقات التي تتعرض لها عائلات المحتجزين دعيا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع وأشار إلى أنه يشعر بقلق عميق بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة الذين تم احتجازهم من قبل الحوثيين إلى جانب العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والدولية والمجتمع المدني من جهتها دافعت ميليشيا الحوثي عن اختطافها موظفين أمميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها متهمة المنظمة الدولية بما اعتبرت عدم التزام بمواثيق عملها في اليمن جاء ذلك في تصريحات للقيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي ردا على بيانات دولية منددة بحملة الاختطافات الحوثية مشيرا إلى أن واشنطن توظف جواسيسها تحت ستار العمل الإنساني والدبلوماسي وزعم أن لديهم أدلة ووثائق على الأعمال التجسسية لافتا إلى أنهم جاهزون لتسليمها لطرف ثالث مقترحا الصين وروسيا لعرضها على مجلس الأمن نهاية المجاز إلى اللقاء